قدرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ايرينا ان توفر دولة الامارات مليار وتسعمائة مليون دولار سنويا بحلول الالفين وثلاثين في حال وصلت حصة الطاقة المتجددة الى عشرة في المئة من اجمالي عرض الطاقة في البلاد تقرير الصادر عن ايرينا بتعاون مع وزارة الخارجية الاماراتية ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا ذكر ان الشمس والرياح ستكون من اكثر مصادر الطاقة تنفسية في الامارات بعد خمسة عشر عاما الدراسة برزت عدة سيناريات وخيارات لدول الامارات لتحقيق رأية قيادتنا في تنويع مزيج الطاقة والمحافظة على مواردنا ودعم عجلة التنويع الاقتصادي الموجودة في الدولة الدراسة بيّنت ان ممكن ان نوصل النسبة لعشرة في المئة في حلول عام الفين وثلاثين العشرة في المئة طبعا بتحل محل بعض استعمال النفط والغاز هذا التوفير الذي يكون فيه النفط والغاز طبعا من ميعا في السوق العالمي في الأفسعار الموجودة حاليا وفي لقاء مع سكاين نيوز عربية قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أينينا عدنان أمين ان الامارات تفوقت في مجال احلال الموارد المتجددة مكان الوقود الاحفوري في توليد الطاقة ما هو لافت للنظر بالنسبة للامارات هي انها منتج للوقود الاحفوري في منطقة تتمتع ببيئة مناخية صعبة لكنه بلد رائد في تنويع اقتصاده خاصة في مجال قطاع الطاقة حيث يمكن مشاهدة احلال طاقة نظيفة مكان الوقود الاحفوري في توليد الطاقة محليا والتنوع الاقتصادي سيوفر فرص عمل جديدة وسيجعل الامارات مقرا للابتكارات التقنية والمعاهد على غرار مصدر الذي يلعب دورا كبيرا في التوسع باستخدام الوقود الحيوي فهذا النوع من الوقود سيساهم في توسيع القاعدة الصناعية في الامارات